زي ما كان معانا الحياة أكتر من نموذج خلال حلقتنا النهاردة من النماذج الشبابية المصرية اللي قدروا أن هم يقدموا لنا أمثال رائع على الحياة في الدول الخارجية سواء كانت دول عربية أو أوروبية قدمنا نماذج جتير هنا في صباح الخير يا مصري مش بس على مدار حلقتنا ولسه كمان مستمرين بكل فكر أن احنا نقدمه مشان كده النهاردة معانا شاب مصري حصل على لقب زميل مجلس الشيوخ وكمان حصل على أعلى وسام من مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا أعتقد أن الشاب ده ضرب مثل رائع جدا فيه أنك ممكن تطلع من مصر وطلع من 2013 درس العلوم السياسية وبعد كده بيحضر للمسرز أو للماجستير مثل طلاب الباكاليريوس في مجلس الشيوخ الأكاديمي وقدر أنه يوصل لأرفع المراكز السياسية في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية خلية نعرف تفاصيل أكتر عن هذا النموذج برحب فقرتنا بمينة حنين الطالب المصري اللي قدر أنه يوصل لعدد كبير من مراكز من أبرزها زمالة مجلس الشيوخ الأمريكي أهلا بك يا مينا بنورنا في صباح الخرية مصري أهلا بحضرتك شكرا جدا على استضافتي وأنا مبسوط جدا معاكم نهاردة احنا مبسوطين بك أكتر طيب مينا في البداية ونحن نتكلم كل التايتلز دي ما شاء الله وكل المراكز اللي أنت وصلت لها لو حد لوقتي بيسمعنا هيقول آه أكيد هو كان عايش هناك أكيد مسافر من بدري بس إحنا ونحن نتكلم قبل الهواء قلتلي أنت مسافر من 2013 وكنت تدرس هنا فعلا بعد كده روحت كملت دراستك هناك احكي لنا الأول الرحلة دي وبعد كنت أتكلم بقى في باقي المسيرة وكل المراكز دي أنا سافرت في 2013 أمريكا يعني كنت عايش معظم حياتي في مصر طبعا في الفترة اللي فاتت دي كلها الواحد دايما بيبقى مفتقد مصر وكله بس الرحلة بدت بوصولي كاليفورنيا أنا أهلي وصلنا على طول على كاليفورنيا واستقررنا هناك تكاري سكولة شوك كم منحة وانا كنت تدرس كنت راح أخر سنة في الهاي سكول قبل بداية الدراسة الجامعة كنت أمريكا هناك في مصر وروحت هناك على المدرس كنت أمريكا هناك وبعد كده راح تكملت هناك أخر سنة وبعدها بدت الرحلة في أمريكا في الجامعة وما بدتش بسهولة ولا بدت بألقاب ولا أي حاجة بدت بتحديات كتيرة دخلت جامعة ايه كلية ايه أنا دخلت كلية يونيورسيتي في كاليفورنيا ريفرسايد ودي طبع اليونيورسيتي في كاليفورنيا سيستم وهو سيستم حكومي في الجامعة جامعة كاليفورنيا جامعة كاليفورنيا وده الجامعة الحكومية في كاليفورنيا لما قدمت في الأول قالوا لي من رأينا أنك أنت تخش الأول في عندنا زي كليات سنتين بس الكميونيتي كاليج وبعد كده بيخشوا منها أنت لسه جاي جديد زي تأهيل يعني؟ كنت صغير أصغر من السنة طبعاً نحن هنا بنخش المدارس الصغيرين شوية في أمريكا كنت كان سنك وقتها حوالي أدئي 16 سنة تقريباً؟ أنا كنت 16 سنة بالزبط ولما دخلت الجامعة كنتش معي أخصة سواءة حتى لأي حاجة أهلي يوصلوني يستنوني كنتش فاهم الكولتور أو الحاجات دي كنتش عارفة أن أندمج كانت صعب ومع الوقت كنت درست علوم سياسي وابتديت أن أندمج أكتر في المجال التحدي الكبير لنا وجدت أنه لا يوجد مصرين كثير في المجال الذي أنا محاول فيه نحن نتلع أكتر دكاترة مهندسين ومحامين في أمريكا وكلها مهن حلوة ولكن هذا كان التحدي لأنه مين يقدر يدعمني؟ في السياسة في المجال السياسي في المجال السياسي ومجال التشريعي تدرست بابليك بوليسي أو السياسات عامة وتتخصص نادر جداً يعني بيقوم على دراسة السياسات العامة للدولة وده اللي أهيلك أنك تعصل على زمالة مجلس الشيوخ الأمريكي كلمنا عن تخصصك عن الماجستير في هورفورد إزاي تقدر أو إزاي قدرت أنك توصل لهذا اللقط ماجستير هورفورد كان من أصعب الأصعب الحاجات اللي الواحد يوصلها هورفورد من أكتر الجامعات المرموقة على مستوى العالم يعني معروف أنه الطالب مش بس حتى التخرج من هورفورد لكن اللي حصل حتى على الماستيرز من هورفورد أو التحق بهورفورد اسمه مقترم بجامعة هورفورد بأي شكل كان هي من أهم الجامعات على مستوى العالم بيعتبر أنه مجرد انتمائه لهذه الجامعة فهو شخص يعني بالفعل زي بيقول كده متفرد هما بيدوروا هناك مش على بس أنا دائما بيبقى فيه كونسبت أن الواحد يذاكر بس ويبدأ العادة يقراكوته هما ممكن مش بيدوروا على كده التحاكب هورفورد والتحاكب بالماجستير جاء أكتر من خلال الشغل اللي أنا اشتغلته والمنح اللي أنا خدتها المختلفة في الجامعة أصدقى في الجامعة وبعد كده أنا اشتغلت بعد البكالوريوس اشتغلت تلات سنين ونص أربع سنين وبعد كده عملت الماجستير الماسترز بتاعي وخلال فترة الشغل لهم يحبوا يلاقوا واحد بيشتغل ودرس متفوق أكاديميا ليه بتبقى أساس عند هورفورد بس هو عايز يشوف ايه تاني يقدر يقدمه للمجتمع فمن خلال شغلي في مجلس الشيوخ أنا اشتغلت مستشار في السياسات لسانيتر بن ألن اللي هو السانيتر المسؤول إن هو بيمثل الدائرة بتاعة لوس أنجلس أكبر دائرة في كاليفورنيا اشتغلت على تشريعات مختلفة منها كوانين للكوربين تاكسز أو الدرائب النتجة عن انبعاثات الكوربين فكنا بنحاول نغير القانون من نحن يبقى فيه درائب على المباعات تبقى درائب على الإنبعاثات اللي هي من المنتج دار من المجلس عشان إحنا كاليفورنيا من الأماكن المتطورة جدا في الكوربين ريدوكشن أفرتز فكان مشاريع زي دي كنت أشتغل مع السانيتر بنقابل اللوبي اللي بيشتغل المؤسسات المختلفة اللي بيبقى لها تأثير إيجابي أو سلبي من الكوانين ديه بنناقش معهم بنقدم المشروع فالشغل ده وبعد كده رحت انضميت لحاكم ولاية كاليفورنيا مكتب بتاعه كأحدى الفريق الاستشاري في الشؤون المالية في الموازنة العامة من كنت أشتغل في البوجيتينج بتاع وزارة صحة وخدمات الأجتماعية ده في 2019 و2020 جات في كوفيد بزفت ده في وقت دقيق جدا وأنا ودي عملية حظ أنا كان نفسي أشتغل في الموازنة اللي ليها دعوة بالتعليم بس جاء قبلت حاجة كده وده برضو تعلمت منه أن أنا أقبل الفرصة الأصادي طبعا جاء الحظ أن أنا لما كوفيد حصل التركيز كله راح علينا وده من خلاله بقى قدرت اشتغلت كتير كان وقت صعب نشتغل غادة ساعة ثلاثة أربعة الفجر الكوانين بتتغير في ساعات كان أزمة عالمية حدش ممكنش عارفين يعني كانت واضحة كمان الأعداء العامة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام كانت كبيرة جدا جدا والشعب فجأة ما بيشتغلش والحكومة مسؤولة عن النواة طب ازاي هنساعد والكرار ما بيتاخدش بسهولة في أمريكا فقا كانت كلمني عن البروستس أو دائرة العمل يعني ازاي بتخش انت كطالب درست السياسات العامة وتلتحق مع نائب في الكونجرس علشان تناقش مشروع أو تغير مشروع دورك ايه دوره ايه بيكلفك بايه بتعمل ايه كلمني عن التفاصيل كواليس يا ميلا ده سؤال حلو اوي ده احنا في كالفورنيا في تلات لو عملنا ان كالفورنيا كبلد لوحدها عندنا الهيئات تشغيل 40 مليون في كالفورني 40 مليون يعني دولة لوحدها 5 أكبر اقتصاد ودلوقتي دخل على الرابع أكبر اقتصاد في العالم يعني لو خدناها كدولة لوحدها اقتصادها كبير رابع أكبر اقتصاد أنا أعرف أنها من أهم الولايات لكن حتى هناك أصوات أنها تستقل لأنها أغنى الولايات من أغنى الولايات تقدر أنها تستقل بس طبعا ما ينفعش بس زي أي حاجة الهيئة القضائية التشريعية والتنفيذية حاكم الولايات بمثل الهيئة التنفيذية مجلس الشيوخ والأسامبلي أو مجلس الشعب نحن عندنا الاتنين بيشرعوا والاتنين لازم يوافقوا على تشريعات بعض قبل ما تتحول لحاكم الولايات وهو من حقه يعمل فيتو أو بالقانون والهيئة القضائية دي يجلي لما بعد ما القانون يعدي الناس اللي بتحبش الكوانين أو عايزين يعيدوا النظر في حاجة الهيئة القضائية المحكمة الدستورية العالية بتاعة كالفرونيا إنت بتعملي بقى دخلت عم تعملي احنا اشتغلت في الاتنين مجلس الشيوخ في الهيئة التشريعية وفي المجلس التنفيذي ابتدت في الهيئة التشريعية مع مجلس الشيوخ احنا بنقدم السناتور بمثال الشعب ينتخبه هو بيقدم قانون بيبقى من حقه أنه يقدم قانون بيقدمها لمجلس الشيوخ في اللجان وبعد كده بينتخب عليه من المجلس كله وبيبقى ليه ستاف الستاف ده بيبقى هو المسؤول عن إدارة كل الحقيبة السياسية للسناتور من قانون هو بيقدمها وقوانين هو بينتخب عليها احنا فيه ألافات قانون بتتقدم يعني مثلا نقول لشنقرب بس شوية يعني المشاهدين فكرة تبقى زي سورفيز أو بتبقى دراسات بتقدم عشان نقدر ندرس المشروع أكتر بيبقى فيه مثلا منقول إحصائيات مثلا إيه اللي بتقدموه للسناتور عشان يقدر على أساسه أن هو يقرر القانون أو يناقش حتى القانون تحليل كامل للقانون من جهة إيه الإيجابيات إيه السلبيات إيه التكلفة اللي القانون هعملها إيه التغيير اللي القانون هعمله والأضرار والتأثير الخاص بالدايرة الانتخابية بتاعته عشان هو برضو بيهتم أن هو بيمثل كاليفورنيا بس بيمثل برضو الدايرة الانتخابية المشروع دي بنقدمها بنكتب التشريع كامل مع حكي مع المحامين المختصين برضو للولاية بنحطها في صيغة قانونية مظبوطة عشان لما تتحطف الدستور بنناقش مع اللوبي المختلف وبيتقدم القانون ده من جهة العمل في السنة من جهة العمل مع حاكم الولاية مختلفة شوية ده كان وقت أن بنحط الموازنة العامة فنحن بنحط الموازنة للوزرات بنحط البجت كلها القوانين اللي بتتعدى بنحط لها بقى أرقام بنحط عدد الموظفين الأماكن الإدارة إزاي هتتم في حاجة كده وإزاي تتنفذ قانون زي ده وده برضو شغل بيبقى أصعب شوية مجلس شيوخ الأمريكي هو الجهة اللي بتشرع القوانين اللي هو البرلمنت لكل ولايات الأمريكية صحيح؟ تحصلت على زمالة مجلس شيوخ الأمريكي وأعتقد أن مجلس شيوخ من أهم البرلمانات في العالم يعني لما بتصدر قانون بيبقى قانون فيدرالي صح كده؟ يعني معمم على كل الولايات أنا مجلس شيوخ في ولاية كاليفورنيا دي زمالة من عليه الكوانين إحنا أنت بكلم مجلس شيوخ في ولاية كاليفورنيا مش مجلس شيوخ مزبوط إحنا الكوانين بتتشرع والحكومة الفيدرالية ملهاش سلطة في أي حاجة اللي هي دعوة بمواصلات بالتعليم بالخدمات الصحية كل الحاجات دي بتبقى مختصة للولايات الحكومة الفيدرالية بتبقى مختصة أكتر بالهجرة وأي حاجة اللي هي دعوة بميزانيات وزارة الدفاع والشؤون الخارجية فده اللي حصلت عليه الزمالة بتيجي من قدم في برنامج وبيتم اختيار 18 طالب ومن 18 بروفاشنل يعني بيروحوا لمكاتب مختصة للسانة بنشتغل سنة وبعد كده بيتم اختيار ناس أنه يحصل على الزمالة الزمالة دي بيبقى اللي اسم مكتوب بيتم تكريمه في الدستور في ولاية كاليفورنيا بيبقى موجود يعني مشروع قانون أكتشلي بيتقدم وبيتم التكريم مينا حقيقا فيه حاجات كتير قوي عايزة أسألك عليها ويعني ومنتكلم أنت حتى طبيعة عملك اشتغلت كمعيد بخليت المتفوقين وكان فيه كمان بحث قدم على مدار السنين اللي فاتت وكان سبب أو تسبب في اختيارك كمحرر أول في عودمس ناشنل مولتي دي سيبلي جونال فحاجات كتير جدا وتكريمك بأعلى جوائز وتقدير كمان لجهودك في الجمعة والمجتمع أنا خايف أسألك عايزة واتس ناكست إيه اللي جاي أنا حلمي كبير أن أنا أقدر أمثل الجالية المصرية في كونغرس الأمريكي بقالينا ممثلين مش أنا بس أنا حلمي أننا نبقى فيه عدد كبير ممصريين أنا أعد في الاتحاد العام مصريين بخارج وإحنا دي كان قصص يعني من خلال الدولة وبنمثل الدولة شوفت صورك أيضا برضو مع وزيرة الهجرة أعتقد كاكستلها صح كده أنا كان قابلت مع وزيرة الهجرة وتقابلت مع عديد من المسؤولين المختلفين والسفارات أنا يعني الفرص كتيرة صح وبتبقى متاحة الواحد يحط مجهودا الحلم الكبير أن الواحد يخش ينتخب يبقى سفير لمصر في المقصة دي ممكن بقى أسألك سريعا سنة كم سنة دلوقتي أنا 26 سنة ما شاء الله عليك كل هذا عملتك كل هذه الإنجازات في هذا السن عشان كدرك كنت حريصا أنا أسألك السؤال ده عشان يمكن حده يتفرج عنه دلوقتي يفتكر أنه آه الإنجازات دي كلها محتاجة عمر طويل ومحتاجة لسه سنين خبرة ودراسة وابس زي ما انت قلت هي فعلا إسرار دراسة لا وابتح المجال صعب جدا مش طب ولا هندسة علامة السياسية وفي ولاية كاليفورين يعني حتة جديدة خالص لأعتقد صحيح صحيح هو كانت حاجة صعبة أنا برضو أحب الناس تعرفوا الشباب اللي بيتفرجوا أنه ما جاتش بسهولة أنا كنت أقدم وطرفد وقدم وحاول أعمل إنترنشيب بس تدريب في الأول بس الواحد بيصابر وما يستسلمش ودي أهم حاجة أنا بشكرك وإحنا فخورين بيك أن انت معينا نهاردة في صباح الخير يا مصر أعتقد هم تجيين طبعا وقت أكتر كمان نكون نتكلم معيك عن مواضيع كتير جدا لكن للأسف في وقتنا خلص بشكرك شكرا جزيلا مينا حنين الحاصل على أعلى وسابة من مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا نورتنا في صباح الخير يا مصر شكرا لك يا مينا